دي سلسلة مكونة من مجموعة مقاطع بالترتيب علشان نتعلم نعمل شوية ألعاب بنفسنا لينا والأولادنا وهنا بجانب متعة اللعب فيه شيء آخر مفيد جدا وهو الرقي بعقلنا لأننا هنذاكر ونفكر ونطور هنتأسس الأول بفهم مجموعة من الأدوات اللي بنعمل بيها اللعبة وبعد كده هنعمل ألعاب كتير بسهولة بنفسنا الألعاب اللي هنعملها دي هتشتغل على ويندوز ولينيكس وماك وانتوا هتلاحظوا في السلسلة أننا عادي ممكن أشتغل معاكم على أي نظام بنفس اللغة ممكن كمان لو أولادنا عندهم 9 سنوات فيه ما فوق نشجعهم على موضوع مفيد زي ده بدل ما يضيعوا وقتهم في حاجات ملهاش لازمة ده غير كمان أن برمجة الألعاب بتشغل التفكير وتنميه وفي السلسلة دي بنستخدم لغة برمجة سهلة جدا جدا وهنسهل كمان أكتر في الشرح بس في حاجة لازم ننتبه لها كويس لازم نذاكر بالترتيب نذاكر بالترتيب يعني أول درس في السلسلة بعد كده تاني درس في السلسلة بعد كده تالت درس في السلسلة وهكذا وإلا فممكن نقابل بعض المشاكل يعني مثلا ممكن أصبط ليك ملف في أول السلسلة ونفضل نشتغل به لو أنت مثلا شفت الحلقة رقم خمسة وجدت تطبق وراها هتعمل إيرر لأنك ما شفتش زبط الملف ده في الأول فلازم نعرف أن تسلسل الشرح تسهيل لنا من الأساس أما بالنسبة لبداية الشغل والتنزيل والتشغيل والمتابعة بالترتيب وقايمة التشغيل اللي بتضم السلسلة دي علشان نذاكر منها أي شيء هتحتاجه بخصوص كل الموضوعات دي هتلاقيه في الوصف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هنفتح مع بعض برنامج رينج نود باد بفضل الله والفولدر اللي احنا نشغالين فيه هنفتح المكتبة بتاعتنا بفضل الله وهنفتح ماي وان دوت رينج اللي احنا نشغالين عليه ودي كانت اخر حاجة عملناها زي ما احنا ما شايفين بفضل الله وعملنا تجارب كتير ودمجنا يعني عدة افكار في محاضرة واحدة اوكي دلوقتي عايزين نعمل ايه بقى فاكرين في بداية شغلنا مع الرينج جيم انجين او الجيم يعني عموما صناعة الجيمز عموما باستخدام الرينج لما بدأنا معاها اتعاملنا معا الصوت طبعا الصوت والصور والحركة كل حاجة مهمة في اللعبة اوكي فعايزين نعمل حاجة في المكتبة بتاعتنا هنا تخص موضوع الصوت بصو فيه حاجة مهمة عايز اقولكو عليها نحن نشغلين دلوقتي برينج واحد وتسعتاشر واحد وتسعتاشر يعني ايه واحد وتسعتاشر واحنا نشغلين في الساوند في مكتبة الجيم بتاعتنا طبعا احنا هنا نبدأ فين على حاصوا نحنا جيم لب دوت رينج لكن حاصوا يا جيم لب دوت رينج اساسا تمدهة على الجيم انجين دوت رينج فالجاني انجين كان فيه إشو بسيط جدا في موضوع الصوت والإشو ده تم حلو ابتداء من رينج واحد وتسعتاشر فياريت رجاء منكم جميعا كل مستخدم الرينج كل محب الرينج ادخلوا على جوجل دلوقتي وكتبوا رينج برو جرامينج لانجوج ودخلوا على موقع اللغة دلوقتي وحملوا رينج واحد وتسعتاشر حملوا رينج واحد وتسعتاشر لان ممكن لو انت محملت شرينج واحد وتسعتاشر الحاجات اللي انا اعملها دلوقتي ممكن تعمل بعض مشاكل معاك هو إشو بسيط لكن أفضل تحمل رينج الجديدة وكمان بقت أسرع وبقت أفضل وفيها شغل عالي قوي بفضل الله فياريت رسالة تكون وصلت طيب دلوقتي الهدف ايه؟ الهدف ان احنا نروح على المكتبة بتاعتنا ونبدأ اننا نطور عليها أفكركم بالكلاس ساوند اللي احنا اشتغلنا بيه الأداء الرائعة الموجودة في رينج نود باد من قائمة ايدت عندنا فايند اين فايلز طبعا الرينج نود باد اللي احنا شغلين عليه واللي فيه الفورم ديزاينر اللي اشتغلنا عليها في البارت الخاص بالويندوز أو البارت الخاص بالدسك توب وعملنا بيه مشاريع وربطنا بالداتابيز اللي هو فورم ديزاينر كل اللي قدامكم دوه كله معمول بلغة الرينج كله معمول بلغة الرينج حتى فايند اين فايلز ده اهو ده كده معمول بلغة الرينج اوكي البرنامج ده كده او الجزء من التطبيق ده كده رائع جدا بفضل الله انا هاجي هنا عايز اجيب الساوند كلاس على طول اجيبه ازاي علشان ما ياخدش مني وقت هبقى اعرف الحتة اللي ببحث فيها علشان اديق نطاق البحث علشان يبحث بسرعة كلاما انا اديق نطاق البحث كلاما هو يبحث اسرع فهدوس على براوز من هنا وهختار عندنا يعني انا عايز اروح للرينج بعد كده اروح لي بعد كده اروح لجيم انجين بس انت دور هنا دور هنا هاجي هنا هقول له دور على ايه دور على كلاس اسمه ساوند عايز افكركم معايا هادوس انتر جالي الكلاس اهو دابل كليكة عليه بيتفتح لك فرينج نوت بات اقفل بقى دي خلاص افكركم معايا اهو في عندك فايل في سامبل في سي ساوند فايل في سامبل اي دي في وفي وفي خلاص وكان عندنا بلاي ساوند زي ما احنا ما شايفين بلاي ساوند بتشتغل اف نوت بلاينج اف نوت بلاينج طبعا انا ليه بفكركم بالحاجات دي احنا خدناها قبل كده وعملنا مغامرات مع بداية الشغل مع الجيم انجين يعني رينج جيم انجين عملنا معا ايه مغامرات في الصوت ده بالذات اللي منكم يفتكر تقريبا على ما اتذكر من محاضرة تمنى او التسعة حاجة زي كده تمنى او التسعة اقصد مش في كورس الرينج عموما اقصد في كورس الالعاب خصوصا اوكي بلاي ساوند زي ما احنا ما شايفين مع بعض بفضل الله علشان تشغلك الصوت لازم اف نوت اي بلينج خليك فاكر دي كويس وخليكوا فاكرين كمان موضوع الوانس الوانس مظبوطة على فلس وانس يعني ايه يعني يشتغل مرة واحدة بفلس هيشتغل مرة كتير طيب بترو هيشتغل مرة واحدة يعني عايزكم تركزوا مع المتغيرت عشان وانا بعمل معاكم دلوقتي الفونكشنز اللي هتخدم علينا في موضوع الصوت محدش منكم يبقى مستغرب بس يعني احنا ايه هنبعد عن الديليت ليه لان الديليت دي بتعمل ديستروي للايه للصوت كله فانا مش عايزها لا انا ممكن استخدم حاجة تانية مش موجودة هنا زي ما في عندنا بلاي سامبل لا في عندنا ستوب سامبل او ممكن استخدم ايه الستوب سامبل دي افضل ان انا استخدمها لكن ديليت دي مش هتنفعني لان ديليت دي تنفعني في حالة واحدة لو انا عايز يعني ادمر الصوت نهائيا خلاص فاحنا خلينا ايه نبقى مركزين في البلاي ساوند ان البلاي ساوند دي مش بتشغل الصوت غير اف نوت بلاينج نبقى فاكرين الوانس موضوع الوانس ده او بصو حتى هو بيقول له هنا في البرمجة في الجيم انجل نفسه بيقول له اف وانس بيشتغل وانس شايفينه وانس اه ايه 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 يبقى مش وانس لو مش وانس يبقى لو بيكرر ماشي وبعد كده بيخلي البلاينج بترو سامين القصة تمام يبقى لازم البلاينج تكون بفرصة علشان يبدأ انه هو يشتغل اوكي تمام بس كده يعني بشكل سريع نرجع بقى تاني ليه حسونا وممكن نخلي يعني احنا عملنا كتيرة انا شايف ان الصوت خليه في الاول يعني خليه في الاول قبل كل الحاجات دي انا ما عنديش مشكلة في الاول او في الاخر بس علشان ايه علشان احنا في الاخر عملنا يعني دوال مرتبطة ببعض عملنا دوال مرتبطة ببعض فخلينا المرتبطة ببعض من حيث الشغلة يعني عندك ريكتانجل ترانجل سيركل الاخره هنا بقى ماشي فوق اهو هعمل ايه هعمل هبدأ اعمل فنك بص في الاول انا عايز اعمل لنفسي اساس الاساس ده هو ايه هو ان انا يبقى معايا الساوند نفسه يعني انا دلوقتي عايز يبقى معايا الساوند ماشي عايز يبقى معايا ايه الساوند الساوند ده انا بقى تحكم فيه اوكي طيب الساوند ده لازم انت تديني المصار بتاع ملف الصوت بس يعني انا مش عايز منك غير انك تديني مصار الصوت وبعد كده هعمل لك دوال تيخليك تتحكم في الساوند ده زي ما انت معاوز يبقى انا هعمل فنك هسميها مثلا جيت ساوند جيت ساوند هتلي صوت واضحة صح هتلي صوت طيب هتلي صوت بناء انا على ايه لازم انا ما انا عايز هساهل عليك بقى تمام لازم تبعتلي السي فايل اللي هو الملف اللي انا هشغله لك هجيت ساوند بدلالة ايه لازم يكون فيه ملف تشغله وإلا ما يبقاش فيه ساوند طيب جوة اللي جيت ساوند هتعمل ايه هتعمل يعني اقول ريتيرن ساوند ريتيرن ساوند كده لأ انا ده عايز منه ايه اوبجيكت فهقول له ريتيرن نيو ساوند ريتيرن نيو ايه ساوند واسهل على نفسي وقول له ايه خلي الفايل بتاع الساوند مع الساوند جواه فايل بقى خلاص اتفقنا الفايل بتاع الساوند ده بيساوي السي فايل اللي انت بعته سي فايل اللي انت بعته بس كده كده بمجرد المناداء على الدلة دي هيشتغل بمجرد المناداء على الدلة دي هيشتغل اوكي اوكي طيب يعني موضوع الوانس بقى واللي مش وانس والكلام ده كله يعني لو انا جيت هنا وروحت عامل ايه وانس كده عامل ايه وانس والوانس دي خلتها على true على اساس ان ده الافتراضي انه صبت يشتغل مرة واحدة يعني انا كده خلت الافتراضي انت براحتك بقى شوف انت لو عايز تغير عايز تخلي الموضوع مختلف انا ما عنديش مشكلة يعني انا هنا اظن برضو لو انا خليت playing على true الصوت مش هشتغل على ما اتذكر برضو يعني واحنا بنجرب هنبقى نعرف الحاجات دي ان شاء الله ماشيين طيب دي كده اول واحدة وندخل بقى نعدل فئة وقت ما احنا معاوزين خلاص كده الصوت بقى معايا يعني انت return new sound انت كده بتستخدم الجيم انجين بقى return new sound خلاص بقى معاك الصوت return خلاص معاك خلاص انت هتنادي على get sound هتديك صوت ندعك get sound وديها الفايل بس مش تعمل حاجة تانية هي هتعمل ايه هتديك صوت بس طيب الصوت ده بقى انا عايز اتحكم فيه عايز ايه اتحكم فيه اشغل وقت ما انا معاوز اخليه loop وقتا ما انا معاوز اخليه not loop وقتا ما انا معاوز اوقف وقتا ما انا معاوز اوكي طيب فدلوقتي هعمل فنك تمام الفنك دي هسميها بلاي ساوند بلاي ساوند اديني الساوند علشان اعمل لك لبلاي فاقول لك انا اديني ايه لازم تديني الساوند يعني انا عايز منك هنا الساوند عايز منك اوبجيكت عايز تسميه بقى او ساوند براحتك ماشي اديني الابجيكت بتاع الساوند اللي انا هشتغل عليه لان من غيره هينادي على حاجات هيعمل ار لازم تبعتلي الملف بتاعك مزبوط اول مش الملف البرامتر هنا بتبعت الملف هنا بتبعت البرامتر اوبجيكت من الساوند ماشي طيب هنا بقى هعمل ايه هنا علشان اشغله بنادي على الاو ساوند المبعود ده او ساوند بقول له ايه بقول له دوت حاجة اسمها لسه شايفنا مع بعض اسمها بلاي ساوند بلاي ساوند دي جوه جوه ما لهاش علاقة المسمى بتاعي انا هنا سميته بلاي ساوند ماشي هي بلاي ساوند جوه لكن بلاي ساوند اتفاقنا مش هتشتغل غير لما يكون لازم يكون لازم يكون على ايه على فولس طيب ده او انا جيت او ساوند كده ماشي وروح تده اه دوت بلايينج كده خلتها بفولس تبت ساوي فولس ليه بفولس بفولس علشان تشتغل. علشان تستجيب لدي. لان انا لو ما خلتش دي بفولس مش هتشتغل. خلاص? طيب. فانا بعمل الدوال عشان اشتغل بها على طول ورايح نفسي. تمام? كده عايزين ده اللي تاني برضو. تعمل ستوب ساوند. تمام? ستوب ساوند زيها اهي. هنا بس هخلي دي ايه بدل بلايه تبقى ايه? تبقى ستوب ساوند. توقف الايه? توقف السوت. هنا محتاجين ايه? هنا هنعمل هنستخدم بقى دلة اساسية اللي هي ايه ال? اندرسكور ستوب. اندرسكور سامبل. تمام? سامبل. اندرسكور سامبل. نعمل كده. عايزين ايه? عايزين السامبل اي دي. السامبل اي دي فين? في لان هو ده لانا هوف بيه السوت. هو ده لان ايه? هوف بيه السوت. طبعا براحتك لو انت مش عايز تستخدم دي وتستخدم ايه ال? بس هيبقى محتاج انت برامتر زي كتيرة. لكن هو برامتر واحد. يعني انا شايف برامتر هنا سهل استخدمه. لكن التاني لأ محتاجتي تديله كزا ايه? كزا مرامتر علشان يشتغل. فالاسهل ليه هنا ان انا ادي له بلايه ساوند. وهتحكي معنا اوقف الوانس في البلايه في الحاجات دي. تمام كده عملنا دلتين. واحدة عملنا تلت دوائل سورية. واحدة بتجيب لي الصوت. واحدة بتشغل الصوت. واحدة بتوقف الصوت. طيب. عايزين بقى نعمل حاجة تخص اللوب. هنعمل فانك. مش عارف انا محترف الاسم بصراحة. يعني اا اقول مسلا ايه? قول نعمل نعمل دلة اسمها مسلا لوب ساوند اوك. انا موافق انا عايز يبقى في لوب يعني. لوب ساوند او. هتقول لي ما انت ممكن تعمل برامتر يبعته لك بترو للوب وبفلس للوب وانت تعكسه في الوانس. عارف ما فيش عندي مشكلة. لكن انا عايز اعمل ايه? عايزك انت تبعتلي الصوت بس. ما تشغلش بالك بقى. لوب ساوند اوك. وتعال نشوف مع بعض. هتبعتلي هنا الاو ساوند. وانا هخلولك بقى يبقى ايه? هخلولك يبقى لوب. كل اللي انا هعمله ايه لما عايزه يبقى لوب? هاجي هنا. انادي على الاو ساوند اللي انت بعته ده. وهقول له دوت الوانس اللي فيه. دلوقتي الوانس تبقى بايه? علشان يبقى لوب? تبقى فلس. طيب. بعد ما هيعمل لوب. بعد ما هيعمل الوانس على فلس. انا عايز احس بالتأثير. انا بديك لوب علشان ايه? بالعقل كده بالعقل. بالعقل. عايز اشغل اللوب علشان الصوت يفضل يشتغل ولا عشان يوقف? ها? عشان يشتغل. خلاص. مادم انت? جيت هنا. وقلتلي الوانس على فلس لو سمحت يشغله لي. استخدم بقى الدلة بتاعتك على طول. استخدم اللي انت عملتها اللي انت عملتها. اللي انت عملتها. واتدي له هنا الو ساوند. يقوم يعمل ايه? يشغله لك. اهو. بقى كده. يعني يعمل الوانس بفلس. فيبقى اللوب هو اللي فعال. يشغله يفضل يلوب بقى. يلوب يلوب. اوكي? طيب. لغاية كده بفضل الله تمام. عايزين بقى نعمل دلة اخيرة. دي يعني ايه? عشان تخلي اللوب يبقى مش موجود. يعني ترجعها تاني وانس. فهاخد الدلة دي كابي زي ما هي كده وحطها هنا بست. بس اخليها لوب ساوند نوب. مش عايزه. واحدة يقول لي انا خليها نوت يا عمل انا عايزها نوب. خليها انت نوت انا ما عنديش مشكلة والله والله انا عزيبك كنت عايز تبصوا كنت عايز تسميلكو دي ان لوب بس ما فيش حاسمها ان لوب اصلا. فهمني يعني عادي مش هنبقى مع بعض يعني. المهم هنا لما انا كون عايزة الوانس على ايه? على. وبعد كده ايه? هنا مدام انت بتلغي اللوب يبقى انت عايز توقف الصوت. فهنخلي هنا ايه? بدل بلاي ساوند اخليها ايه? ستوب ساوند. تمام كده? احنا كده عملنا الدوال. عايزين بقى نجرب الدوال دي تجربة عملية. ان شاء الله مرة جاية وارب تكونوا استفادتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة